السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعين الكرام يا رب دايما في احسن حال طبعا كلنا على احمر من الجمر في انتظار مباراة مصر والمغرب في بطولة كأس امم افريقيا لعام 2022 القادمة ان شاء الله يوم الاحد القادم هناك قناة اعلنت ان هي سوف تزيع مباراة مصر والمغرب على امر النيلسات المباراة ان شاء الله هتزيع بدون تشفير مع بعض دلوقتي هقول لكم تردد القناة اللي هتزيع المباراة وازاي تقدر تستقبلها على الرسيفر الخاص بيك اول حاجة هندخل على قائمة التركيب من الرسيفر الخاص بيك بعد كده هتيجي على قائمة الترددات ومع بعض دلوقتي هنضيف التردد التالي تردد ايه بقى اللي هيزيع القناة دي تردد حداشر الف ستمية وتمانين هنضغط على الزرار الاحمر في الرسيفر عندك علشان تضيف التردد وهنكتب التردد حداشر ستة تمانين زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي حداشر ستة تمانين حداشر الف ستمية وتمانين على معدل الترميز سبع وعشرين الف وخمسمية معدل الخطأ اتش او افقي بعد كده هنحفظ التردد عندك وبعد كده ابحث عن التردد حينزلك قناة الجزائر الارضية قناة الجزائر الارضية هناك اخبار مؤكدة ان قناة الجزائر الارضية هتزيع مباراة مصر والمغرب طبعا زي ما كلنا عارفين ان قناة الجزائر كانت واخد حق ازاعة عشر مباريات كان المفترض ان هي هتزيع مباريات نادي او منتخب الجزائر لكن بعد اخفاق منتخب الجزائر فطبعا قناة الجزائر الشقيقة اعلنت ان هي هتزيع مباريات منتخب مصر كل الدعم لاخواننا الجزائريين ولفتة جميلة جدا منهم ان هم يستبدلوا المباريات اللي كانت هتزيع بمباريات المنتخب المصري زي ما احنا شايفين كده بعد لما هتعمل بحس عن التردد هتنزل قناة الجزائر الارضية طبعا القناة دي مشفرة علشان تفك الشفرة بتاعة القناة هتيجي على القناة نفسها القناة الجزائرية الاولى هي program national HD هتلاقي اسمها كده بعد كده هتقف على القناة وتضغط على السفر على زرار السفر في الرسيفر هيفتح لك زي ما هنشايفين اسم القناة program national HD بعد لما تنزل هتقف على القناة وبعد كده هتضغط على زرار الزيرو وبعد كده هتضيف الكود 11 وبعدين 14 سفر 11 وبعدين 14 سفر دي التشفرة اللي خاصة بقناة الجزائر الارضية يبقى علشان نستقبل قناة الجزائر المشفرة ونفك او نكسر التشفرة بتاعتها هندخل على زرار الزيرو وندخل التشفرة اللي هي 11 او 1 واحد وبعدين 14 سفر بالشكل ده كده هتلاقي القناة اشتغلت عندك وتقدر تستقبلها طبعا كل التوفيق لمنتخباتنا العربية ان شاء الله كل الامنيات بفوز المنتخب المصري وكل الشكر والتقدير لقناة الجزائر الارضية على دعمها لمنتخب مصر واتاحة الفرصة لكل الجماهير العربية والمصرية انهم يشاهدوا مباراة مصر والمغرب القادمة ان شاء الله وفي النهاية تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة